اشتركوا في القناة على كافة المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية وكان معالي وزير الخارجية قد غادر مملكة البحرين متوجها الى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية يرافقه عدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية ومؤسسات الدولة للمشاركة في اعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة التي ستفتتح اعمالها تحت عنوان كيف نجعل الامم المتحدة ذات جدوا للشعوب كافة القيادة العالمية وتقاسم المسؤوليات من اجل مجتمعات مسالمة ومنصفة ومستدامة وتتناول الدورة اهم القضايا والمستجدات التي تشهدها الساحة الدولية وتلقي بتداعياتها وتأثيراتها على جميع دول العالم واضاف معالي وزير الخارجية ان هذه الاجتماعات تشكل فرصة مهمة لبحث سبل تكثيف التعاون الدولي بما يمكن من وضع حلول ومعالجات مستدامة للازمات والمشكلات التي تواجه المجتمع الدولي وتوصل لرؤى بناءة داعمة لجهود التنمية المستدامة وارساء الامن والسلم الدوليين تحقيقا لاهداف الامم المتحدة واستجابة لتطلعات الشعوب هذا وسيقوم معالي وزير الخارجية بإلقاء كلمة مملكة البحرين في دورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة كما سيعقيد اجتماعات ولقاءات مع العديد من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين بالأمم المتحدة كما سيشارك معاليه في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي إطار مساعي مملكة البحرين لتوطيد علاقاتها وتعزيز تعاونها مع مختلف دول العالم ومن أهم هذه الفعاليات الحدث رفيع المستوى حول الدعوة العالمية للعمل بشأن مشكلة المخدرات العالمية وقمة نيلسون منديلا للسلام والاجتماع رفيع المستوى لتمويل خطة التنمية المستدامة 2030 والاجتماع رفيع المستوى حول مفهوم العمل من أجل حفظ السلام واجتماع مجلس الأمن حول مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وعبر معالي وزير الخارجية عن أمنياته للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوفيق والنجاح في الخروج بنتائج تعود بالخير والنفع على المجتمع الدولي بأكمله اشتركوا في القناة